السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لكم والعودة أحمد في حلقة جديدة من سلسلة Objection New Honor في هذه الحلقة عندنا نقاش مرة مرة شديد حامم والعنار من هو المبارز الأقوى؟ دراكولا ميهوك أم زاراكي كيمباتشي خلونا نبدأ مين فيكم المدعية جماعة؟ محمد ادعى في البث أمس أن زاراكي كيمباتشي أقوى سياف في العالم وأفضل سياف في العالم في عالم الإنمي طبعا بالنسبة لي أنا شخصيا عقبا فبراهيم اعترض علي اليوم أن ما يصير دراكولا ميهوك أقوى ايه طبعا إذا ما راح اخترت زورو الحق زمان مخترت مين إلا أنا شخص البث كان يقول The Mask of Zorro هذا الحب أما الأفضل صراحة هو ميهوك ميهوك أوكي فعطنا مرافعتك الأولية يا أخ محمد عندك دقيقة ما بعد الأولية يا سيدي القاضي بالنسبة لزاراكي شفنا قتالاتها؟ صحيح أنه يمكن أول معركة هذه اللي تعتبر نقص في تاريخ أنه نهزم فيها لكن على الأقل شفنا قتالاتها في بعض السيابين ما شفنا لهم قتالات فعلا يعتمد عليها عشان يقول أنه أفضل سيار لكن زاراكي عنده المقويمات الكاملة التي تجعلها أفضل سيار اذا لا تقرب مرافعتك قديمية جدا دعنا مرافعتك إبراهيم أنا لا أتكلم عن ذاتك لأن هذا شيء أني خصوه أنا أتكلم عن فكه نميهوك عين السقر ميهوك الله 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 لماذا بالنسبة لي هو الأفضل هناك شيئية تخليك عندما ترى السياب تسأر بأني هذا الشخص وسطوري رهيب جداً سيفها بالحالة يكفي عن كل شي يعني ما شفت سيف أقوى وأجمل وأرهب وأخطر من السيف اللي عنده هذا واحد بعدين احنا شلو قتال حق ميهوك وما كان بسيف كان بخنجر ضد واحد يستخدم ثلاثة سيوف ايش ندلك هذا على شي يدلك على ايش على قوته كمبارز وما كان مستهين في زورو يعني وقتها لا كان يقاتل بكل جديد بس يعني كان سيف قوي عظيم أخيراً يا أخي الرد يا أخي أنا انقبنت طيب محمد وعنده أجل تفضل يا محمد سيدي قاضي كلام المحامي رائع جميل ولقيه كل شي لكن لما يقولنا ميهوك ما كان مستهين بزورو لا لا كلام فاضي هو كان مستهين ومستخف في زورو لما بدأوا قاتله بالخنجر لما بدأوا قاتله بالخنجر لما بدأوا قاتله بالخنجر أمراهيم رجال صوتك في مقتل انتو تقول الرجال لم يكن مستخفف بينما ميهوك قال حق زورو انت ما تستهل قاتله بالخنجر الصغير وقال له هذا كفوك إذا هذا لم يستخفف عطنا ردك هذا يعتبر اختبار لقوة زورو كبداية يعني شاف ان بعدين كفو من ساكت السيف الكبير بجراحة لكن بداية كان اختبار يعني انت كسيف لازم شخص قوي ورهيب واسطوري لا تدخل كامل قوتك من البداية لان اساسا لا يوجد متعة لا يوجد استمتاع ان تستمتع ان قوتك تهزم الشخص الذي قدامك حسن ساكوا حسن ثم اضرب بقاوده شوف اخ будلك ثم ابحك انت ما مصدفن اعتبر قطيته 독ادة كانت اتوهقت انا حصلتك انتا انت كنت كنت ماشي صاح ترجع تقول من البداية حسنا نفع وقلني كنت دنيا معنى انت سلطل لك انا محمد قال لك قلت بالبداية ما كان باستخف بينما بالبداية كان باستخف هذا دور المحامي الصح انه يكتسب نقطة في الدفاع انه يصيد عليك غلطة زي ما سوهو معاي بسبب اللي طاف يوم قال لي ليش تكون هزم البحرين البحرين السموجدين وهذه النقطة تحسب لمحمد اعطينا نقطتك يا محمد حليل دور رجع لك سيد القاضي من ناحية متعة السيارة لما عمي شوف سيارة يستمتع بالقتال مثل زارك عند استمتاع لدرجة انه حط اشياء تقلل قوته عشان غيره يوصل ما اكدرس قليلا لا 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 ولا هزر الحلقة جميل جدا دقيقة شب 18 محمد محمد نقدرنا نرجع لك عطنا الأجزاء حق لك إبراهم الشيد القاضي الرجعي قول ان زاركي يستمتع بالقتال كسيار ويقال للمقوته هو قال للمقوته ليس كسيار يقليل المقوته كرياتسو احنا لم ندخل في سلفات من الأقواء كهكي كذلك الأمور دي ما لها دخل هل تتكلم هنا كقوة كسياب فليش يدخل يقول انه قاعد يغلل قوته بالريادس وش دخل هذا في الموضوع حقنا اوفررود الوبجيكشن حقك مرفوض كامل يا محمد كلامك انا قايلين من البداية كل شي مفتوح النقاش مفتوح على افضل سياب تستخدم هكي تستخدمي يعني حتى يتقنعني ميوقف يستخدم هكي التصلب انا كمحامي اوقفك وقولك بيحتاج ترد النقطة محسوبة راحت عليك الوبجيكشن ما في نقطة محسوبة يلا ذو بسني بشبق السياف حاط القطع على العين عشان تقلل الرياتس عشان لا يستخدم في بعدوه وما يقدر الرياتس حقه عالي طاقته عالي ما يبغي يستخدم في قدر بعدوه فيقلل الرياتس اللي يخرج منه عايش الجو وحاط الأجراس عشان تتبهه وين جاي يخليك تعيش الجو ضربات السيف حقيته لما يضرب يا الله انسان شبق وعاشق القتال بالسياب اوكي ايه ابراهيم كعادته في نفس النقطة اثنين اعطينا يا ابراهيم شنو الاعترض حقك نفس الكلام اللي قال لي عنا مساعة توي اعترض عليه فيه يقول لنا طيب انت تقول لي عشان ما يستخدم خاص ما قاعد يقلل من قموته وش فسر لي هذي كلامة بالله حلو احقاقا للحق بعطي محمد مجال يرد ولكن انا شو متعت ولكن بعطي محمد مجال يرد انت مساعة يا محمد تأسست نقطة صرات على الجمهوره لك انت مساعة قاعد تقول ان ميهوك استخف بخصم زوره وبينما حين العدلة اللي تقاعد تقولها اثبات عليك ان نظرك يستخف بخصمه انه قاعد يقول له هذا اللي جرس هذا مكاني وقاعد يقول له انا لابس دي عزة ان اقلل من قوتي فشو انت تستخدم نفس النقطة اللي انتم ردي رديت علي فيهم ساعة خبه انا اود بمثال بسيط انا لو يكون عندي سيارة مجهزة بمكانه قواته 16 وحصان وانا اجي انت سابق مع سيارة بثمانة احصنة ما بيستعرض عليه فانزلت احصنتي الى الثمانة عشان يعيش المتعة انا ما تكلمت عن الاستقباط انا قلت انسان يعيشني متعة وشبق السيارة ما يبغى تنتهي المعاكب النتيجة بايخة فقاعد ينزل من قوته سور اني استخدمت كلمة استخفاف معا حق فيها لكن انسان عايش الشبق هذا اللي يهمني يحق لانه يعترب لكن ما هيغير النقطة ان انسان عايش الشبق ونزل قوته نزل قوته وشال جزء من قوته عشان يعيش المتعة وعشان يختبر ويستفز النقطة الابراهيمة محمد زي ما انت صدت عليه كلمة تم ساعة هو كان يستخفى انت اعترفوا اعترفت الحلو فيكم وكم اعترفين مريحينه كقاضي الله يعطيكم العافية وان شاء الله تستمرو كده جميلين حلوين نقطة مجاكشن تحسب الابراهيم فعلا انت زركي كان يستخفى عطني ابراهيم رجعلك الدور شنو نقاط اللي تميز اختار اللي تابي قولي تابي ميهوك اللي خليه برضو يعني من الاشخاص اللي من الافضل السيافي اللي الموجودين يا جماعة الخير هو بالحالة كده هدف حق كل السيافي اللي موجودين في بومبيس كل السياف يطمح انه يهزم هذا السياف لانه هو السياف الاقوى اللي متربع على عرش السيافين كلهم حتى شانكس ما قدر يكون اقوى سياف مع وجود شانكس مع انه شانكس شخصية اسطورية و هيبة مع ذلك ميهوك كان يعتبر اقوى سياف حتى اظمنا مع انه يعتبر مكان الله 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 ولعت ولعت يا جماعة ولعت قدينا سيد القاضي فعلا ميهوك هي اسمه أقوى سياف بس مو بل أنه افضل من شانك زي ما يقول الزمين واكبر دليل على هذة ان ميهوك بنفسه واحد شاكس قال شانك هلعدين التي تتحداني مارة اوخ وات بدت تتحداني فكيف قلنا هدف للجميع وهو بنفسك كان يبيقيس المسافة اللي بينه وبين الويت بيرد وشانكس قال إن جيت تتحداني مرة أخرى ما معنى إنه يروح يتحدى غيره فلقوا إنه كان أفضل منه لأنه ما صرح إنه صار أقوى سيف لأنه أفضل من شانكس أوكي يا أساس بس أنا أعرف أحكم فبنفسر كلامك إذا كان كلامك هذا اللي تقوله صح قل لي أوكي هذا اللي أبي يقدر محمد يقول لك كيف تقول إنه ميوك أفضل في القتال بالسيف من شانكس مع العلم إنه أوه بنفسه تقول من تكلمتك اللي تقلت إنه هدف لكل السيفين معنى هو بنفسه قال راح عن شانكس بنفسه وشانكس قال هذا جيت تبارسيني مرة أخرى إحنا كتبت بتجرب إذا أنا أفضل منك أو لا و برضو راح عند الويت بيت قال أبي قيس المسافة اللي بينه من الويت بيت بش في ذهب إذا أفضل منك أو لا فهو مو بس مو من ضمن شانكس وكان يبقى برضو يثبت إنه أفضل منه فمو شهد في الكل فهو برضو راح يبحث عنه عطنا ردك على هذه النقطة شائكة جدا الرد لك البساطة اللي أنا لحت خيوط كده أحسن التقطها الزمين هنا ونلتقطها عطنا من الآخر لا تسفل سب الفكرة أفضل يعني على كلام الزمين يقول إنه هو رايح وما راح حق شانكس يتحدى قال أنا جاي عشان بأسول فياك عن الفتاة ما قد جايب يتحدى ما قالك إنه راح يتدور يتحدى وبرضو كان يوم يتكلم عن قياس القوة ما كان يتكلم كسياف كان يتكلم كقوة هاكي والمسافة اللي بينها كقوة مش كسياف ومبدأت الحلقة سنتكلم كسيافين مش إيثاني هذا قلوك إنه أقوى رجل في العالم يقوله ما شوف فرق بينه بين قوتي وقوتي وقوته كرجل أقوى في العالم ما كان يتكلم كسياف بينه وبينه هذا يستخدم رف ما يستخدم حتى سياف والله أنا قلت معاك يا محمد رد إبراهيم على محمد ونبطة معاه حق محمد كانت تقول هو يقول إن شانكس كان هدف ميهوك كان هدف لكل الصيفين فأنت افترضت بكلمتك إن ميهوك راحل شانكس ببارزة بينما ميهوك راحل شانكس شانكس اللي افترض إنه ميهوك جاي ببارزة قال هل جاي تبارزني؟ قال لا لا أنا مجاي ببارزك أنا جاي ببلغك عن ميهوك وبالنسبة للوقت بيرد موش كمبارزة كان يبيقيس بدوه كقوة أصرح أن الوقت بيت أقوى رجل وأصرح على ذا أقوى صيّاف فأنا كأقوى صيّاف أقوى من أقوى رجل طبعا للأسف حتى أتيحت لهذه الفرصة ولكن يبقى كلام إبراهيم صح ومعاه نقطة ومعاه نقطة ويأخذ إبراهيم نقطة عندك الدونة محمد أعطينا سيد القاضي أنا أعيش يعني أنا أختار ليش هذا أفضل سيّاف عندي لأنني أعيش معاه المتعة أنا يهمني أنه يبحث عن خصوم ليس بلاقي أحد قده يبحث عن خصوم أقوى يتحدى خصوم أقوى يبذل الغالي والنفيس عشان يعيش الجو يتحدى اللي أقل منه ويتحدى اللي أكبر منه وأشوف لمواقف هيبة ظهور أكثر أنا ما يهمني أنك تكون الأقوى ولا أجوبك إلى مشهد أو مشهدين أبجيكشن حمل الوسيط الوطيس حمل الوطيس يا جماعة حمل الوطيس عند الدقيقة بثلاثين نص دقيقة تقريباً يعطينا الأبجيكشن حقك إبراهيم اشتابي أكثر تناخة بواحد قوي أنه قاعد يمشي في العالم الجديد العالم الجديد بالحالة ويشوف أي قرصان داخل كذلك يختبر على قوتي وإذا نحاش من الحق عندما نرجع الوطيس انتظر على أن يرجع مرة ثانية أشتابي أكثر تناخة من خصم كفو يقدر ينافس أو يتحدى ليش تبي أنت ما في خصم كفو تعبه يدور تعبه يحاول يتبارز مع شيافين ملاقي الرجال شيافين ممتاز أنا صج قلت وطيس بسوقه شيافين شيافين أي شيافين شيافين يشايفون أطيب محمد ردك إبراهيم يقول لك تعترض أن ميهوك لا يدور على خصوم وهو بالعكس يميز بالطناخة لأنه لا يحتاج أساساً يتمشى في الجراند لاين وعلى راحته ويدور أي أحد قده أهواك وسياف أو أحد قده فعطنا ردك على هذه النقطة سيد القاضي أوجا ما كنت أتكلم عن الطناخة أنا كنت أتكلم عن التشوير فموضوع الطناخة هذا شيء يواجه على النقطة الثانية سيد القاضي وقالها بنفسها قال يبحث عن أي شخص يعني ليس لازم سياف فهو يبحث عن أي شخص وليس بلاقي أحد قوته فطرام أنك قلت قوصان أي شخص قلتها كده بالضبط قوصان أي شخص حبيبي عندك الويتبيد انت مقادر تقسس المسافة بينك وبينك وهو أقوى رجل كان عندك كايد وهو أقوى مخلوق لقل لي طناخة راح استعرض عليهم تستعرض عليهم الشيء الثالث والأهم أنا عشت متعة مطاردة زاكي وما عشت متعة مطاردة ميهوك جاء وراح فلقوا لي طناخة على التشويق ولقوا لي ما بلاقي أحد قده هناك ناس قده معا حسنا أنا كنت معاك في النقطة بلقوا لي فكل ساحب يخلو علي بلقطته ولكن هذه اللقطة تذهب للمحمد لأن فعلا يا ميهوك عندك كايد وكان راح تستعرض علي هذا المساكين اللي انتونسيين اسمه دون كريغ يا جماعة لا اسم اسمه دون كريغ ومجلد بره القراند لاين دخل القراند لاين ومجلد أسعج ميهوك ونايم طلع على ميهوك وجلده هذا مثال على قوة ميهوك ولكن فعليا إذا تمتستعرض قوتك وتقول لك قوي راح تجالد مع الأقوى في العالم وليس أضعف الضعوف اللي تم دخل الى القراند لاين النقطة اللي تستخدم تستخدمك كي سلاح ضدك اعتذرني إبراهيم الدور رجع لك عطنا نقطة سيد القاضي وسلت المحامين المحلفين أقصد المحامين هؤلاء من المفايدة ضيئ وقت على روحك عادي روح طلاخة حتى أنا مطلخ مثل مثل ميهوك عادي ميهوك يا جماعة الخير عنده أقوى سيف موجود يا أخي من هيبتك كسر سيفين حيك دور موت السيد نقطة طيب آخر نقطة بالحلقة واستخدمة محمد عطنا سيد القاضي واضح أن السيد المحامي استغل في إهانتالي ونسى معلومات ونبيس يقول كان عنده أقوى سيف موجود تجد أن من هيبتك كسر سيف زور ميهوك بنفسها قال لو أنك مستخدم هك يتصل وما كان كسر سيف شون تقول أن من هيبتك كسر سيف زور تقصد وش بالضبط أصلا اهو يقول أن سيف ميهوك من هيبتك وقوتك كسر سيف زور بينما ميهوك قال أن الموضوع يا زونك ما استخدمت هك يتصلب لو أنه عندك هك يتصلب كان ما كسرت سيف فلو كان سيف جبار كان بهاك يتصلب كسر سيف زور الرد بكل بساطة لو كان كلام صحيح ليش ما نكسر السيف الثالث يعني هل حط هك يتصلب على السيف الثالث وثنين ما حط عليهم السيف الثالث اللي عنده اللي كان مخمك وإنه ما نكسر ليش ما أنا كنت برد على نفس الرد أنا كنت بقول نفس كلامه يا محمد إذا هو فعلا أساسا عار على ميهوك أن يستخدم هك يتصلب على واحد ضعيف مثل زوره في ذكي البداية فأساسا هو ما استخدم هك يتصلب بس سيف قوية لدرجة أن تكسر السيفين ولكن السيف الثالث ما نكسر لأنه ما استخدم التصلب ومستخدم التصلب كان حط سيف كوينا نكسر والنقطة تروح هذه لإبراهيم هو لم يستخدم هك يتصلب في ذاك الوقت وسيوف السبب اللي سيف زوره بقي ما نكسر أن الأساس السيف أصلي قوي ففعلياً هذه النقطة أبدك رسد لك بقينا في المرافعة النهائية كل واحد منه مستخدم حالياً ما حد بيقاطعك قول اللي أنت بي عندك دقيقة إبراهيم بعد عندك دقيقة إبراهيم عندك دقيقة محمد قول مربعتك النهائية سيد القاضي يكفيني متعتم في زركي زي ما قلتنا يتحدى الجميع وقوته وهو عنده سيف مش مميز سيف زركي مو بأقوى من غيره ومع ذلك قدر يقتل كابتن أعلى منه عنده بنكاي بسيفه المهترق القوة هنا أنك تستخدم أضعف ما لديك وتتفوق على شخص عنده أقوى مما لديك هذا متعة السياف هذا متعة السياف اللي بعصة اللي دام يشوف في الأنميات يجي لك سياف بعصة يكسر رماح يكسر بنادق هذا متعة السياف أما يكون عندي أقوى شيء بس أنا عندي أضعف شيء وفوز عليك هذا اللي أنا عجبني بزركي وما أستقل من قدر أحد غيره الله الله مرافع نهائية قوية إبراهيم الدور عندك يجموز يتنزم في المرافع نهائية انطلق دعوني أول شيء أنا لا أحب شخصية زراكي كيمباتشي وأستمتع في قتالات زراكي كيمباتشي وما أقلل من قدره ولا قيمتها أبدا 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 في القتال يحمسك وما فيها كلام بس نتكلمني عن أفضل سياف وصدقني ميهوك ما وصل حق أفضل سياف وأقوى سياف ولا أخذ السياف القوي هذا بين يوم وليل ما وصل لها اللقب بزك كده لا رجال مبارز مقاتل من الطراز الأول والرفيع جدا الهيب اللي موجودة عنده ووقفته ونظرته وما سمو عين سقر أساسا عبث الرجال عنده نظرة وعنده هيب وعنده قوة مطبعية هي اللي خلتك توصل لأقوى سياف ليس سهل انك تاخذ أقوى سياف مو بعشان سياف صدقني والله مو بعشان سياف وتشوفوا ان زوروا بيوصل لها مو بعشان بس انه عنده سياف قوي بيوصل لنا يستحق هذا اللقب مو بيوصل لنا بس عنده أقوى سياف موضوع شائك جدا ومحير جدا يا شباب انتهت المرافعة النهائية والنتيجة تعادل واحد دين ثلاثة واحد دين ثلاثة كل واحد منهم اقلعني بلقطة متعدين ثلاث وقاط وقاف ثلاث وقاط ولجت نظري انا كقاضي ابراهيم في المرافعة النهائية يعني المفروض انك بدلا ما تضيع ربع دقيقة كاملة تفع الزركي فخف اللي عندك ما عليك منزلك يرحم ولديك وانت يا حبيبي ليش بس قلت انه قاتل اثنين كابتن الحالة طيب ليش قاتل الزيب مع العبي مع بعض دائما طبعا هذه الشغلة مو بصورا فيهم دائما اللي يصير على طاولة المحامة ينسى النقاط المهمة دائما اللي يكون خارج النقاش يتاكم برد مما عندها لازم يرد يقدر يطلع وقت اللي يقول لا كان ورد كل كذا كان ورد كل كذا ميهوك اذا رأي العاطق يعني ميهوك وأقوى سيوف من تمثل الموضوع محمد زراكي مع كاملة احترامي ياخي كان يبديك تمثل الموضوع بكلمة وقالها في البداية عساس انه يحمي روح انك ما تقولها بس ترجع ان تقولها في النهاية ياخي فكرنا انا هزم في النهاية هزم يعني شون يقول اقوى سياب ونهزم ما تجي اقوى سياب ونهزم والان هزم في مبارزة سيف بعد ما نهزم مثلا زي ميهوك نقول هزم من ما حبس نقص الخصوم انا بغض نظر يخي نقطة لك نظر لي انا ما حبس نقص الخصوم انا النقاط وزعتها بكم تعادل فانا ما ظلمت احد وانا قاد اقول رأي العاطفي انا مع ميهوك والقرار في النهاية الحكم لكم المصرحية حقت اهههههههههههههههههههههههههههههههههه نخليها دايما كذا الحكم لكم المصرحيه ندوق سوى الدعايا للمصرحية التصويت رح يكون هنا موجود فوق أيهما أقوى كسياف زاركي أم كيمباتشي وأيهما أقوى سمعت شكاة أنا عندك سمعت يوم كيمباتش الله ما اتبهت أيهما أقوى كسياف من وجهة نظرك من هو السياف الأقوى والأعظم والأفخم وكل شيء زاركي أم ميهوك وأيهما أفضل كمحامي محمد أم إبراهيم ستعاني من نسبة لي أشوف بالنقاط تحت سجل النقاط أطلع عندي تعادل رأيي العاطفي مع ميهوك ولكن القرار بالنهاية لكم أعيد أأكد كان في نقاط كثيرة المرة تنقال يا أخي فيك تقول أن أوكي أنت ما شفت ميهوك يقاتل بس ميهوك درب زورو وشبنا قوة زورو بعد سنتين كيفها فما بالك باللي دربها أنت في نقطة لك أساسا تحسب لك وتقولها يوم نقال لك بالسيف المهترى هذا قدر يقص صيف إيجيقو ما قلت هذه النقطة ليش ما قلتها؟ قلت لك بزيف مهترى تفوق على الجميع تفوق عادي بعمنه ويجيقو هزمها هذا الورود يقول لك بعدين تجد في البداية مخلش مفتوح رياس ألا مبريح تسجد مفتوح كليش مفتوح قلت في البداية ساحلا لا لا تحدي استقفاء كان عندك رقاط كثيرة رو تقولها تحدي استقفاء فعلا كذا زل صلاة لهاية حلقة الابجكشل هذا اليوم كانت شوي حماسية وشدة على خفيف وحمية الوطيس الوطيس حلقة الوطيس حلقة خاصة بالشيافين بعد فهي حلقة الوطيس بيها بدليات على كيف كيفك بنخر بالغرب العربي حقاتكم بالكامل وعادي قلت لك ماجلت اوزاكي اقومي كينباتشي اي هذي بعد ناجل فعلا انا قتل كينباتشي اي صح هذا على عموم هايها برضو نقطت مكتول قتل الخطر الطيس الأكلогل وفلغيتا ما كلم معي سبحانك اللهم ومبي عمدك اشهد ان الله الالات استغرفك وتوابق لا تفعيل نهاية الله واشترك وواقناة زر لايك وشير اششفكمكم NO橢خير اشتركوا في القناة